والله شف أولاً نحن كقضاء لا يجوز للقاضي بأي حال من الأحوال أن يرفض أي طلب يقدم له وأن لا يعد هذا من قبيل إنكار العدالة عندما يقدم لك طلب بموضوع معين أنت كقاضي تطلب من المواطن تصحيح الدعوة يصحح دعوة فيما يتعلق بالمستندات الدالة على دعوة طبعاً نحن وجهنا المحاكم الابتدائية بأنه لا يجوز قبول الدعاوة باستمارات ما لم تكن هذه الاستمارات مدفوعة القيمة أو تأكيد من هيئة الأراضي التوضيح لمشاهد كريم مدفوعة القيمة كيف قاضي يعني قد وصلت إلى الصندوق قد دفع الصندوق لم يبتوقع إلا إسلام والوثيقة وبحكم أنه لا توجد وثائق لدى هيئة الأراضي فالخلل موجود في هيئة الأراضي وبالتالي لابد المواطن أن يحمي حقه طالما أنه قد استوفى كافة الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية استوفاها وبالتالي نحن نعطيه الحماية فيما يتعلق بهذا الحق وقلنا للمحامين وللمواطنين أي من القضاء يقبل دعوة باستمارة يعني ليست لها الشروط الده أن يرفع إلينا للأسف الشديد لا أحد يرفع شيء الكل يخاف على مصالحه سواء كان محامين أو ضراء وبالتالي يشتوك أنت تصلح لهم كل شيء الإصلاح لا يتم من شخص لا بد الإصلاح يتم من الكل منظومة كاملة يعني منظومة كل كما يقال اليد الواحدة لا تصفق لا بد من أجل الإصلاح مجتمع أو إصلاح شيء لا بد الكل يتعاون القاضي لا يمكن أنا جالس في مكتبي إيش عرفنا إيش يدور في المحاكم فيما تعلق بقبول الدعاوي بعملي السيل الإجراءات أنا أجي أفتش عليهم هذا مش دوري كريس تناف دور التفتيش القضايا واللي يقوم بالتفتيش التفتيش قضايا متى يتحرك عندما تكون فيه شكاوة أنا كريس محكم متى يتحرك عندما تكون موجودة شكاوة أمامي